اشتركوا في القناة جامعة ابوظبي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اطلقت جامعة ابوظبي استراتيجيتها لعام الخير تضمنت العديد من الفعاليات تحت شعار الخير لأهل الخير حيث شكل السيد علي بن حرمل رئيس الجامعة لجنة مركزية لتنفيذ هذه الاستراتيجية مخصصا ميزانية كبيرة لتمويل العديد من الانشطة والفعاليات بالحرمين الجامعيين بالعين وابوظبي عين على الأحداث يقدم لكم تغطية لأهم ما جاء بالحرم الجامعي بالعين ضمن استراتيجيات عام الخير خلال شهر مارس ضم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في إطار عام الخير العديد من الفعاليات التي قدمها أساتذة وطالبات الجامع بالعين شاهندة أديب شهدت هذه الفعاليات ووافتنا بالتقرير التالي لم يكن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام عاديا في جامعة أبوظبي في العين حيث أضاف عام الخير له رونقا خاصا بحضور العشرات من الأساتذة والموظفين والطلبة بدأت الفعالية بكلمة ألقتها دكتور عز أحمد والتي أشارت إلى أن المرأة تغرس الخير في أبناء الأمة وأن الاحتفال بالمرأة في عام الخير جاء ليؤكد دورها لبناء مجتمع يتميز بالخير والسلام كما وقدمت مجموعة من الطالبات عرضا مسرحيا يبرز تطور فكرة المرأة الإماراتية من السبعينيات وحتى وقتنا الحالي أوضحت دكتور عادل اللوزي أن المشرع في القانون الإماراتي حرص على تأمين سبل أمن المرأة وسلامتها في إطار ما قررته منظمة العمل الدولية وقدمت طالبتان من قسم القانون كلمة حول دور المرأة في التنمية موضحين أهمية الكوتة النسائية من ناحيته أكدت دكتور موفق المحامي دور المجتمع في حماية المرأة من العنف الإلكتروني حيث أنها لا تمثل نص المجتمع بل المجتمع بأكمله المرأة بشخصيتها هي إنسانة عن كبوتية هي إنسانة بتحب تحصل كل شيء بتحب تكون الأفضل بتحب تكون الأسمى بتحب تكون الأنجح فهي الأم فهي الأخت فهي المرأة العاملة فهي الأخت والصديقة وشاركت الطالبات في المسابقة التي قدمتها فاطمة عياش حول أشهر نساء الإمارات والعالم التي حققنا إنجازات في مختلف المجالات في نهاية الحفل أعلنت دكتور عز أحمد رئيس لجنة عام الخير بالحرم الجامعي بالعين اسم الفائزة بجائزة من سيدات جامعة أبوظبي لسيدة متميزة كل الموجودين كانوا بيستحقوا هاي الجائزة كلياتهم بدون استدناء بس اخترت شخصية معينة لأنه أنا بعتبرها بالنسبة لي إنه إنه الإنسانة بتاعت الطاقة إيجابية باستمرار إنه فيها شيء مميز رغم إنه كلنا نساء عاملات وعننا مسؤوليات وعننا التزامات وبنشتغل وبندرس وبنعمل كل شيء بنفس الوقت لكن بنفس الوقت هاي الشخصية اخترتها تحديدا لأنها ما شاء الله رغم كل الصعوبات اللي عندها وبتواجهها إلا إنه هي دائما مبتسمة دائما عندها طاقة ودائما عندها عطاء دائم باستمرار وكانت الصورة هي أجمل ذكرى لتضع البسمة على وجوه الحضور لتبقى المرأة دائما رمزا للخير والحياة والجمال على مدار ساعتين جاءت هذه الاحتفالية لترسم البسمة على وجوه كل نساء الحرم الجامعي في العين بمشاركة الطالبات فكان يوما مميزا للمرأة في عام الخير شهندة أديب قسم الإعلام بجامعة أبوظبي فرع العين امتدت أيادي خير جامعة أبوظبي لتشمل الدعم الأكاديمي لطلاب المدارس فاطمة عياش تجلت إحدى المبادرات في التقرير التالي الإحساس بقيمة العطاء جاء واضحا منذ الصباح الباكر حيث قام وفد من جامعة أبوظبي فرع العين بزيارة مدرستين للتبرع بأجهزة كمبيوتر وشاشات عض بهدف تغذية مختبرات ومرافق المدارس في الأجهزة اللازمة حرصت جامعة أبوظبي على التواصل مع المجتمع المدرسي في مدينة العين كدور أساسي ومسئولية مجتمعية تبنتها جامعة أبوظبي على مدى سنوات منذ إنشائها لم تكن هذه المبادرة الأولى التي تقوم بها جامعة أبوظبي في هذا المجال بنشكر جامعة أبوظبي لتعاونها المستمر مع مدرستنا في العام الدراسي 2016-2017 وكان قبله 2015-2016 وده بكل فعلا تأثير كبير وواضح على الطلبة في مجال التكنولوجيا وفي مجالات كتير منها ورش التدريبية التعليمية الجامعة بتيجي بتأديها للطلاب في مدرستنا جاء هذا التعاون في إطار حرص الجامعة على تعزيز المنظومة التعليمية خصوصا في المراحل الدراسية الأولى حرص جامعة أبوظبي على التعاون المستمر مع المدارس نابع من إيمان جامعة أبوظبي أن التعليم هو الركيز الأساسي كان هذا التعاون مصدرا لسعادة التلاميذ وبدأوا باستخدام الأجهزة لإنجاز واجباتهم المدرسية لم تكن الأولى ولن تكن هذه آخر المبادرات من جامعة أبوظبي للمدارس ليس فقط في العين بل في كل الإمارات من جامعة أبوظبي إلى مدارس العين خير لا ينقطع الخير لأهل الخير أعطاهم من أجل المساهمة في إعداد جيل مسلح بالعلم والتكنولوجيا فاطمة عياش قسم الإعلام جامعة أبوظبي فرع العين المبادرة جاءت من إحدى الطالبات قسم الإعلام للاحتفال بعيد الأم بشكل مختلف حيث جاء في إطار عام الخير متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة ومهرجان البيتزا الذي يقيمه قسم الأنشطة الطلابية كل عام سلمة طارق كانت هناك وجاءتنا بالتقرير التالي وظفت فاطمة نصيبة السبوسي طالبة بقسم الإعلام احتفالية مهرجان البيتزا للاحتفال بعيد الأم في يوم السعادة العالمي لتكون شكلاً جديداً من العطاء في عام الخير بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة بفرع العين بجامعة أبوظبي قررت فاطمة جمع تبرعات رمزية في مقابل الاستمتاع بالبيتزا لأن السعادة من عام الخير فأنا حبيت أني أجمع يوم السعادة مع يوم الأم وكانت النتيجة أكثر من رائعة وأتمنى السعادة لجميع أمهات العالم وهكذا استمتع الحضور بالبيتزا والتسلية بالألعاب المتنوعة والاستمتع لفقرات موسيقية وغنائية قدمتها غالية شاكر هذه السنة كانت الاحتفالية مميزة جداً لأنها صممت خصيصاً لإسعاد الناس إسعاد الطلاب بالدرجة الأولى والطالبات والمفاجأة الأكبر هي كانت إسعاد الأمهات كون الاحتفالية صادفت بيوم 21 مارس وبالمبالغ التي تم جمعها في يوم البيتزا اشترت فاطمة هدايا متنوعة للأمهات لتوزيعها في يوم السعادة في إحدى مستشفيات العين بمشاركة مجموعة من طالبات الجامعة تم توزيع الهدايا للأمهات العاملات في المستشفى ولكل أم وضعت مولودها في يوم عيد الأم امتزجت السعادة بالروح الإيجابية في شكل جديد من أشكال العطاء في عام الخير بجامعة أبو ظبي العطاء يعني السعادة في العين اجتمعت ثلاث فعاليات لترسم البهجة على وجوه الجميع ولأن الخير لأهل الخير جاءت التبرعات من طالبات وأعضاء هيئة التدريس لتدخل البهجة والسرور في قلوب الأمهات سلمة طارق قسم الإعلام جامعة أبو ظبي فرع العين تحت شعار صحتهم أمانتنا وفرحتهم غايتنا نظم مسؤول شؤون الطلبة صبري عباس حملة للخير بالتعاون مع مركز الدواء الطبي ومجموعة من طالبات الإعلام والصحة العامة قاموا خلالها بزيارة مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة هاجر مصطفى رصدت لنا تفاصيل يوم من أيام الخير بجامعة أبو ظبي في التقرير التالي بعد شراء الهدايا وتغليفها انتقلت مجموعة من طالبات الصحة العامة والإعلام بجامعة أبو ظبي لقضاء يوم مع طلاب مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة استوحى صبري عباس فكرة يوم الخير لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار صحتهم أمانتنا وفرحتهم غايتنا من أحد الكتب الهامة التي قرأها مؤخرا قمت بقراءة كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لسموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم واللي بأكد فيه أن السعادة تعتبر من أهم مصادر الخير من هون إجت الفكرة بأنه إحنا نقوم بإسعاد وأدخال البهجة إلى قلوب الأطفال أو الطلاب من دول الاحتياجات الخاصة وذلك تماشيا مع استراتيجية جامعة أبو ظبي في عام الخير بينما شاركت طالبات الإعلام طلاب مركز العين للتأهيل في مجموعة من الألعاب والمسابقات كانت طالبات الصحة العامة يشاركنا وفدا من مركز الدواء الطبي في فحص طلاب مركز التأهيل فحصا طبيا شاملا قسنا الطول والوزن والحرارة وأنا كنت بسجل لهم الفحوصات اللي ظهرت لهم وكان حلو كتير وستمتعنا وانبسطنا وهم كمان انبسطوا وكنا فرحانين أنه بنساعد ناس محتاجة لنا وكمان هم كانوا فرحانين ومبسوطين بينه وصف مدير مركز العين لرعاية وتأهيل دول الاحتياجات الخاصة هذا اليوم بأنه مميز لجميع رواد المركز الاشتراك مع مجموعة أخرى من المؤسسات الأخرى بيشعروا بكمته في المجتمع بينامي مفهومه عن ذاته بينامي انتماؤه للمجتمع بيحسسوا أنه غير منبوس في المجتمع تحمس أكثر من 25 طالبا من طلاب المركز للمشاركة وتنافسوا للحصول على الجوائز التي قدمتها لهم جامعة أبوظبي وكان الموسيقى والعسف والغناء دورا في إدخال السعادة على طلاب المركز وفي نهاية اليوم قيمت مباراة ودية بين موظفي المركز وأطباء مركز الدواء الطبي بالاشتراك مع بعض طالبات جامعة أبوظبي ومسؤولي الأنشطة الطلابية نتيجة المباراة كانت سعادة حقيقية للجميع ونصرا للخير في قلوب كل الحضور عكسته صورة جماعية لتظل ذكرى رائعة في القلوب عطاء بلا حدود في عام الخير من جامعة أبوظبي إلى ذو الاحتياجات الخاصة في يوم مميز قدم فيه فرع العين رعاية صحية وهدايا ومسابقات وألعاب لتبقى جامعة أبوظبي دوما رمزا للخير والعطاء هاجر محمد قسم اللعلام جامعة أبوظبي فرع العين كان هذا آخر التقارير الإخبارية التي رصدتها عين على الأحداث لشهر مارس في الحرم الجامعي بالعين لجامعة أبوظبي شكرا للمتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر